موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم مشاهد الكرام موضوع حلقتنا ربيع قلبي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا نسمع هذا الدعاء كل ليلة في كثير من قلوت الأئمة في رمضان نكرره نؤمن عليه ليستجيب ربنا هذه الدعوات ليكون القرآن حقا ربيعا لقلوبنا ووالله أن هذا الدعاء وهذا المطلب رائع وجميل وأهنيكم عليه بل وعلى هذا الإصرار بطلبه كل ليلة فلو استجاب الله لنا وأصبح القرآن ربيعا لقلوبنا لتبدل حالنا وحال أمتنا كمسلمين ولأصبحنا مصاحفا نمشي على الأرض بتوحيدنا وإيماننا وأخلاقنا لكن السؤال كم هم الذين يعقلون هذا الدعاء كم هم الذين بدلوا الأسباب وسعوا عمليا ليكون القرآن ربيعا قلوبهم نعم ماذا فعلنا ماذا فعلتم ليتحقق لكم ما تطلبون فأنتم تسألون الله كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك هذا الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله هكذا تكون قراءة القرآن يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه كنثر الدقل أي رديء التمر قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وهذا هو هم الكثير في رمضان للأسف المهمة يختم ومتى ينتهي من السورة يقول مالك ابن دينار يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض إنه القرآن ربيع القلوب الصادقة لاحظوا ما الذي يفعله القرآن بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا بل والله وبأجسادنا في رمضان حين نصلي خلف إمام مجود ندي الصوت يتموج الآيات كبحر زاخر هادر لتنخلع القلوب وترتج في الأفئدة وتدمع العيون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ليس المقصود من تلاوة القرآن ترديد حروفه وتكرار آياته فقط بل إن كنا صادقين بأن يجعل الله بأن يجعل الله القرآن ربيع قلوبنا فلنسأل أنفسنا بصدق ما الذي غيره ويغيره القرآن في حياتنا اليومية يقول من قيم مبين أن تلاوة اللفظ وسيلة للتلاوة الحقيقية وهي والله تلاوة المعنى يقول المقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واتمارا بأمره وانتهاءا بنهيه واتماما به حيث ما قاد كان قد تمعه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا انتهى كلامه الجميل رواح ذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان النبي يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ هكذا منهج حبيبنا هكذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن يقول ابن مسعود في تفسير قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها لكنهم رزقوا العمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء في هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به يا الله ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل هكذا هو المنهج عشر آيات اقرأها يا أخي بترسل وننظر ما فيها من العلم والعمال وطبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه معاني القرآن كما يبين لهم ألفاظه أليس الله تعالى يقول وأنزلنا إليك يا محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فكان البيان منه صلى الله عليه وسلم بالألفاظ والمعاني فحقيقة التلاوة إنما هي بالتأمل بالتدبر عند القراءة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ مبارك ليدبر آياته في موطن إمام مالك أن ابن عمر مكث على سورة البقرة على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها سبحان الله وابنه ابن عمر رضي الله عنهما أجمعين تعلم يقول تعلم عمر البقرة في اثنتين عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا اليوم الكثير يختم القرآن ويحظر القرآن فكيف كان عمر بن عمر يجلسون السنوات في حفظ سورة البقرة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون سورة البقرة علماً وعملاً وتعلماً وتدبراً وتطبيقاً هذا هو منهج السلف في قراءة وحفظ القرآن فهل نراجع أنفسنا ونصحح المسار؟ الكلام في هذا يحتاج لبسط و تفصيل ليس هذا مقامه لكني أختمه بكلام جميل نفيس ليحمد بن أبي الحواري حيث يقول إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار فيه عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا يا سلام يا أحل الكلام ما أجمله ويؤكد هذا الزركشي بقوله من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا لم يدرك يا إخوة الإيمان من لذة القرآن شيئا ويقول ابن جريل صاحب التفسير ابن جريل الطبري إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذب قراءته بل ويقول أيضا نفس الطبري حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن إلى فهم القرآن وأقول نعم والله هي اليوم أحوج ما تكون لفهم القرآن وإن علماء الأمة وطلاب العلم ودعاتها وأخيارها أولى من غيرهم لفهم القرآن وتدبر القرآن لماذا؟ لينير للأمة طريقها نعم لينير للأمة طريقها بنور القرآن من أعظم ما يعين على فهم القرآن وفهم المراد من القرآن النظر في سياق الآيات وتتابعها العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله خصوصا إذا انضم إلى ذلك أيضا معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها كما أن في تدبر القرآن دواء القلوب كما يقول إبراهيم الخواص دواء القلوب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضر عند السحر ومجالس الصالحين وهذه كلها بفضل الله في رمضان يقول من القيم فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليله فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب إلى آخر كلامه إذن فليكن هم المسلم عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أفهم هذه الآية ليس متى أنتهي متى أتعظ متى أعتبر ليس مراد متى أختم السورة فوالله لسنا على شيء حتى نفهم القرآن ونعمل به يقول الحسن البصري ومن أحب أن يعلم ما هو يعني ما قدره وقدر نفسه فليعظ نفسه على القرآن وإن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار فهل نحن كذلك؟ هل نحن نقرأ وننفذ؟ كيف سننفذ وربما لم نفهم المعنى؟ فلا بد من التدبر للمعاني ورمضان فرصة والله فرصة مما يعين على تدبر المعاني هذه النقاط السريعة تأملها جيدا أولا مراعاة آداب التلاوة من طهارة وإخلاص واستعاذة وبسملة ثانيا محاولة تفريغ النفس من شواغلها وحصل الفكر مع القرآن والخشوع والتأثر ثالثا التلاوة بتأني و بتدبر و انفعال و خشوع و ألا يكون ألهم نهاية السورة بل الوقوف مع الآية التي نقرأها وقفة متأنية فاحصة مكررة و من ثم العودة المتجددة للآيات و هكذا سيستفيد الإنسان رابعا النظرة التفصيلية في سياق الآية تركيبها معناها نزولها غريبها دلالاتها خامسا ملاحظة البعد الواقعي للآية بحيث يجعل من الآية منطلق لعلاج حياتك واقعك العودة سادسا إلى فهم السلف للآية و الاطلاع على آراء بعض المفسرين في هذه الآية سابعا الثقة المطلقة بالنص القرآني و إخضاع الواقع المخالف له مع الاستعارة بالمعارف و الثقافات الحديثة لفهم أوسع أخيرا القراءة في الكتب المتخصصة في أصول التفسير قواعد التفسير مثل قواعد الحسان لتفسير القرآن لبن سعدي و غيره رحمة الله تعالى عليه و لعلي أختم بهذا التوجيه النبوي فإنه صلى الله عليه و سلم لما راجعه عبد الله بن عمر بن العاص في قراءة القرآن لم يأذن له في أقل من ثلاث ليالي و قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فدل هذا على أن فقه القرآن و فهمه هو المقصود بتلاوة القرآن لا مجرد التلاوة فقط بل الفهم فلكل العقلاء لكل من أراد الصراط المستقيم حقا رمضان شهر القرآن فرصة إي والله فرصة لا تفوت فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع القلوب و حياتها عافية الأبدان و شفاؤها متعة الروح و ملاذها سكينة النفس و هدوءها إنه كلام الله إنه القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إنه ربيع قلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر